اختتم مهرجان الإسماعيلية الدولية للفنون الشعبية في دورة الثانية والعشرين الذي انطلق هذا العام بمشاركة 13 فرق عربية وأجنبية ومصرية ولقي المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا وإعجابا بالفرق المشاركة التي قدمت فنونها التراثية والمعبرة عن بيئتها من خلال حفل الختام كما شاركت السودان وفلسطين بجانب مشاركة الفرق المصرية اشتركوا في القناة